السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة صحتك في معلومة اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حلقة اليوم سوف نرد عليكم أهم وأبرز الفوضة الصحية العظيمة لتناول الفراولة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل ذر الجرس ليصلكم كل الإشعارات إن شاء الله وإليكم فيها التقيير التالي أبرز وأهم الفوضة الصحية التي نحصل عليها من تناول الفراولة أو عصير الفراولة 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 فاكهة جميلة الشكل ومحببة من قبل الأطفال بصفة خاصة وتحتوي مات جروم من الفراولة على 32 سعرة حارية فقط ويحتوي كوب واحد مليء بالفراولة على 53 سعرة حرارية فهي ليست مرتفعة في عدد السعرة الحرارية لذا يمكن تناولها أثناء اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن وحرق الدهون وتتميز أيضا الفراولة بقيمتها الغذائية العالية ولكن لا يجب الاكثار من تناولها حتى لا يحدث أي أضرار القيمة الغذائية الموجودة في كوب مليء بشراح من الفراولة على الدهون بنسبة قيلة جدا تصل إلى 0.50 جروم ويوجد به أيضا حوالي 1.11 جروم من البروتين ونسبة الكاربهيدرو تصل إلى 12.75 جروم بينما بها الألياف الغذائية بنسبة 3.3 جروم والسكر الموجودة به نسبته حوالي 8.12 جروم والفراولة غنية بالكاليسيوم والتي تصل نسبته إلى 27 ميلي جروم تقريبا وبها أيضا حديد بنسبة 0.68 ميلي جروم والمغنيسيوم تصل نسبته إلى 22 ميلي جروم والبوتاسيوم نسبته حوالي 254 ميلي جروم وبها أيضا فيتامين ألف فيتامين جيم وفيتامين كيف كما أنها غنية أيضا بفيتامين سي الهيم جدا لصحة الجهاز المناعية وتتميز الفراولة بأنها لا تحتوي على أي نسبة من الكورسترول لذا فهي من الفواكه المحببة لدى مرضى القلب متبع قناة صحتك في معلومة لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبييا ففي حالة القلق منها يجب عليكم مراجعة الطبيبة وهذا لاستخدام أكثر أمين الفراولة تخفف من حدة أليم المفاصل وخشونة الركبة وكذلك أليم العمودة الفقرية والظهرة وتحتوي الفراولة على كمية كبيرة من الفيتامينات والمواد المؤكسدة والتي تزيد من قوة جهاز المناعة ويصبح الجسم قادر عن المقاومة والتصد ضد أي مرض أو فيروس غريب الفراولة تحتوي على سعرات حارية قليلة للغاية كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من الألياف الغذائية والتي تساعد في إنقاص الوزنة وحرق الدهون المتراكمة وبالتالي التخلص من السمنة حيث أنها تساعد الإنسان على التحكم في كمية الطعام التي يتناولها وتساعد الفراولة على تحسين كفية الجهاز البولية وترضي السموم من الجسم حيث أنها من الفواكه المدرة للبولة حيث أنها تقوم بالتخلص من البولة والسموم وكذلك تساعد في التخلص من الغازات الموجودة في البطنة الفراولة تعمل على إلاج الإسهيل الفراولة غنية بفيتامين جيم وهو المسؤول عن تقليل نسبة حمضة اليوريكة في الدم وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بمرض النقرص وتقليل التعرق وخصوصا في فترات الليلة وتساعد الفراولة على التقليل من درجة حرورة الجسم وتحسن كفاءة عملية الهضم الفراولة تقلل من توتر الأعصام ولها الكثير من المزايا ولكن يجب علينا عدم الإكثار من تناول الفراولة فما هي أضرور الإكثار من تناول الفراولة؟ أولا كثرة استخدام الفراولة تسبب زيادة حدوث النزيف ويسبب ظهور علامات الكدمات الزرقاء ثانيا كثرة الفراولة تسبب حدوث سيولة في الدم الإصابة بالحساسية الشديدة والتي تسبب حمرور والجلد والحكة الشديدة وبعن تسبب الفراولة أيضا الدوخة والإسهال وإضطرابات في المعدة عند الإكثار من تناولها فيجب علينا الاعتدال في تناول الفراولة متابعي قناة صحتك في معلومة إذا نال هذا الفيديو على إعجابكم فضلا وليس أمر أن تشتركوا في القناة وأن تضعوا لنا لايك وتفعلوا ذر الجرس ليصلكم كل الإشعارات إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته